أكثر من ذلك معلومات التي لدي تقول من أنهم لجأوا إلى مراكز عالمية خاصة غربية ولكن أيضا روسية وصينية يسألونها سؤال مطروح لآن كيف يتم احتواء هم يتكلموا على الاحتواء ما يتكلمش على التكسير خاصة لما خاطبوا جهات خارجية كيف يتم احتواء هذا الحرك ما يسمى بالحرك كما قال مرة عليه القايد صالح لأن كائن مخابر عالمية في الدول الغربية بشكل أساسي ولكن أيضا الروس مثلا بوتين كانت عنده انتفاضات شعبية رهيت توقفت فقط في السنتين الأخيرتين لكن منذ أن جاء خاصة بعد ربما نهاية سنتين أو ثلاثة من حرب الشيشان لكسبته شعبية كبيرة عند الروس بعد أن قام بتدمير الشيشان وتدمير قروزني واجعلها حطام عاصمة الشيشان منذ ذلك التاريخ وفيه أحزاب روسية منظمات شخصيات تنتفذ ضده طبعا شوفنا الروس تعملوا الاغتيالات بوتين استعمل حتى أنه قتلوا أحد كبار المعارضين قتلوه في ساحة الكريملا هل هو اللي قتلوا أم جهات تابعة له أو جهات قريبة الله أعلم لكن المهم أنه الآن يريدون أن يأتوا بكل الخبرة الخارجية الروسية والصينية والأمريكية طبعا الفرنسية والألمانية اللي هما في الغرب جهات في الغالب هي جهات تابعة لمخارجة المخابرات السابقين مراكز بحثية إلى آخره كل الهدف كيف يتم تفكيك الحركة تكسير الحركة هما يستعملوا في كلمة احتواء احتواء الحركة كيف سنرد على هذا كيف سيرد الشعب الجزائري على هذا الوضع طبعا القاعدة المركزية هنا هي أن الشعب الجزائري في عمومه في أغلبيته لا يعترف بالانتخابات لأنه مكيش انتخابات مع العصابات فهذه الانتخابات بالنسبة لأغلبية الشعب الجزائري الذي خرج ضدها ولم يشارك فيها ونعرف أن 40% انتاحهم كانت مضخمة جدا على الأرجح ما فاتت 10% لكن خلينا نقوله حتى وصلت 20% هذا يعني أن الأغلبية العظمى حتى بحساباتهم هم 60% ما شاركوش بحساباتهم هم المكذوبة إذن الانتخابات مع العصابات بمعنى عدم الاعتراف بهذا النظام تحت أي ظرف كان هذا تبون وحكم جراد ووزراءهم وكل أتباحهم وأدنابهم لا نعترف بهم ولا يعترف بهم شعب الجزائري في عمومه هناك قلة انتخبت خوفا أو طمعا أو استغفالا أو غفلة نعرف ذلك لكنها محدودة ومحدودة جدا وهناك قلة مستفيدة من الأوضاع مستفيدة جدا وتريد أن يستمر هذا الوضع أنت الآن عندك كثير من هذا تعال الـ R&D وتعال الأفلان والمرتبطين بكبار الجنرالات والمرتبطين بكبار القضاة لماذا تريدهم أن يتغير عليهم الحال؟ بالنسبة لهم الجزائر هي جنة الجزائر جنة يركبون سيارات آخر طراز لديهم بلات وكأنها انتعال في ليلة وليلة لديهم لبيسين لديهم الأصفار كما يريدون جوازات السفر دبلوماسية أبنائهم حتى وهم يعيشون في الجزائر أبنائهم يدرسون في الخارج هذا لمن يدرس وأكثر أبنائهم يضيعون في الخارج ويتيهون في الخارج تيه المجون وتيه الطرف تيه الشهوات وهم كذلك وطبعا الأراضي الشركات البلات لماذا تريدون يغيرون؟ سيقاتلون من أجل أن يبقى الوضع كما هو هذه النسبة نحن نعرف أنه لا تتجاوز الخمسة في المياه وخمسة في المياه كما قلنا في الغالب أنها خايفة أو لا تفهم ما يحدث أو مسترزقة كذباب كما الذباب اللي ربما تعرفون هو معترفوا مؤخرا أنه معلبي الذباب هم في نفسه معترفوا بالذباب يعني باش نعود وين كنت إذن كيف نواجه هذا الوضع؟ هم الآن هاكم تشوفوا هم تدوجوا وزارة الخارجية ممكن أن نشوفوا رؤساء ممكن نشوفوا مسؤولين كبار أو تبون دعية إلى مؤتمر بيرلين إلى آخره بالنسبة للقوى الغربية بالنسبة للصين بالنسبة للروسيا بالنسبة الإمارات بالنسبة للسعودية بالنسبة للسيسي بالنسبة للقطر هذا النظام جيد أو على الأقل ليس سيء ليس سيء وهذا النظام الضعيف المهترئ الخائف سيدفع الأموال وقلت من بين الأشياء اللي الآن رم يدفعوا فيها مباشرة هو أنهم لجأوا لهذه الشركات تاع الخبرة لعندها خبرة لتكسير الحركات الاجتماعية وتكسير المظاهرة هناك خبرة غربية كبيرة في هذا الموضوع وشوفوا الدول الغربية دول ديمقراطية في بلدانها ويتعاملها لكن لديهم كم هائل من الكتابات ومن الدراسات كيف تفكك الحركات الشعبية وكيف تضعفها هم حتى في فرنسا استخدموها مع الجيلي جون وما زالوا يستخدمون فيها يعني والدول الغربية الآن هذه ولا دول ولا الصين ولا روسيا يدفع لها يعني يدفع لشركاتها لكن حتى لو لم يدفع لهم فإنها مستعدة بعض الدول الغربية والصين والروس أن يدفعوا للشركات المتخصصة لكسر الحراك الجزائري ليس هناك دولة بعد ما يقارب 11 شهر الآن ليس هناك دولة واحدة في العالم انتقدت سلوكات وتصرفات العصابة عندنا دولة واحدة إما سكوت تواطئ إما مشاركة في السر وأحيانا في العالم والآن قال لك أنا وكاين الرئيس خلاص ولا تزيارت علىنا لكم شفتوا اليوم الوزير الإيطالي اللي بالمناسبة الإيطالي معتز بإيطاليته معتز بلغته جاء الجزائر بالرغم أنهم يعرفوا الفرنسية أكثر الإيطاليين يعرفوا الفرنسية واللي يعرف الإيطالية يعرف أنها قريبة جدا من اللغة الفرنسية مثلها مثل اللغة الإسبانية إذا كنت تتقل الفرنسية فإنك تستطيع أن تفهم ربما حتى نصف اللغة الإيطالية قراءة واللغة الإسبانية لكن الإسباني لما يجي أو الإيطالي اللي جاء اليوم تكلم بلغته بقادو ونعرفه يعرفه يعرف العربية جيدا وزاد تعلم الإنجليزية لما رحل أمريكا لكنه تكلم بالفرنسية